تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة أوضح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأنه تم منح رتبتين استثنائيتين ضمن ورؤوات بشهر يوليو 2021 لكافة العاملين بصفوف الأمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا من منتسب الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبين الزايد بأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تمثل حافزا كبيرا وداعما قويا لمزيد من العمل والإنجاز وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين لأبطال الصفوف الأمامية مؤكدا أن الحكومة سباقة دائما لدعم مسندة وتشجيع الكوادر الوطنية المخلصة التي تسهم في حفظ مكانة المملكة وإنجازاتها على الأصعدة كافة ترجمة نانسي قنقر